السلام عليكم مشراكم اتمنى تكونوا كامل بساحة جيدة يا رب العالمين فيديو جديد وهذا الفيديو ان شاء الله يحفزكم وينوضكم باش ديرو شغالاتكم انتم ثانت قبل ما نبدأ في الفيديو نقولكم كامل كي مرانا نصلي ونسلموا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام كما تشوفو هنا بدت ديجا الشغل تصفح هاد اليام هاد اليامات كنت فضار قعد سمانة فضار ديكو بروفيتيت باش ندير شغالات اللي قعدوا لما قداش نديرهم كنكون خدامة واليوم جا تدلت تاع للاف لانج جكو غسلتو حكمتو نحيتلو قاعدوا وسخلي فيه وهاد الخطرات كنت طوقلت عليه عندي اومو ثلت شهر ما ممسيتو ما غسلتو وما نحبش يقعد هكذا بس كابخي تراكمو فيه الاوساخ وقول يدني ننظف لك القشتاع كقدار يوسخهم لك انا مالحقش هذيك الدراجة بس حشفتو الوسخ كمان فيه كان فريمون موسخ اليوم اعطيتلو وقتو غسلتو مليح مليح وبينسر سي امبورتونسي تنحيو هذا التحتاني باش تغسلوه وتنحيو غالي وسخلي يقعد التحت ولا عفايس يقدرو يتنحاو ملقش يحصلو التحت بعد ما نقيتو كامل بالبرونج هذي كمع شوية بخودو اللي تحبوه سينو بلا بخودو يش نقيوه برك دوك ديو مرحلة هذي باش نديرو فيه هنا ندير شوية بيكاربونات كيما اشتو هنا في الجوان ومالداخل نديرو كامل هكا بيكاربونات ونزيد ندير هنا الفوق ونديرو لليسيب باش هذك الوسخ قاع يروح وبعد نحط عليها ريتلا تعال الخل الابيض تقدو ديرو خل الابيض العادي ليسانسيا مشي خل التتبيل ولا ديرو الخل المخصص للتنظيف انا هنا كان عندي خل ابيض عادي قدرتو يدير شغلو كيما لازم دوك نديرو على اهلا درجة اهلا درجة هي 40 دقري ودرتو اوبسيون باش هذك الحرارة تكون عالية وممطن يدير كامل لوسخ هذا كي يروح له هنا بعد ما تنقتلي كامل الماشينة الافي راولات لي تشعل كل شي ينقي فيها دوك نخلي الباب تاحها محلول باش تنشف كوراكتمو لما خليتوش الباب محلول لازم تنشفوها مليح قبل ما تغلقو عليها الباب وبالنسبة لهنا كنت نوري لكم لقاتات تاع الابخيميدي تاعي كنت قاعدة في الدر هاد اليوم وبعثتو المند اللي كل لك خاش وانا قاعد في الدر بس كعندي شغالات قلت لكم نكملهم بروفيت يكنكن في الدر وهنا دات شوية غاتو تاع البولد كوكو باش نديهم العجوزتي بس كالناس مازال يجي ويغافروها قلت لدي لها حجة جديدة وممطن سهلة في التحضير والوصفة ان شاء الله جاية في طريق نوريها لكم ونشارككم معاكم هاد الوصفة جي بزاف سهلة وبمقادير بزاف بسيطة هادو كنوحن البس ونجيبوا لدي مليكل ونوليو باش نكملوا العشاة كيف كيف هل تحضيرم جالج؟ نعم أنا هل تفعل ف황ائل؟ نعم أرواح لهم أرواح لدياتاتك هل تحدثي معك bearing نعاونك؟ جيب تيتين قبل جيب هذا هذا راه جيب هنا بعد ما دخلنا للدار ديت لهم الجوتيم ديت لهم يديوليدوا في وقتهم باش ينحيهم هكذا كيكونوا على زبخة انا راح ادعكتم الكوزينة باش نوجد معاكم العشاء واليوم حبيت ندير شوية العدس هاد اليامات راني نصوم الصابرين قلت حابة حاجة نحسيها ما حبيش نعود الشربات وتسفيد قلت ندير شوية عدس يدي خفيف ضريف وممتون نحبه بزاف هنا ديت شوية الحم اللي قعد لتاع رمضان نحيتو كامل باش ننغسل الكونج لا تغتاعي هنا ديت حبه زرودية حبه بصل شوية ثوم مع الكرافس ندير كوشاكك نقليهم شوية مع هذك العدس اللي غسلتو عدة مرات نحيتلو قا هذك الملك حلي مدهولي وهنا ديت ديت امون ساشو هاد العدس هنالي عندي بنين بزاف بزاف في ذوبي طيب كوراكتما يطيب طيبيان ما عندو لدي فتاع وما يلبيش مهما درتلو مهما عملتنو وما يلبيليش وطمع عليش نكمل هذا شوية اللي قعد لهذا اللخر هاكان شي حاجة مليحة بالاكراف وشنفو ان شاء الله هنطيح فواحد مليح خير من هذا هنها درت شوية ملح شوية فلفلكحل وشوية كمون ونخليهم يتقلوا مع بعض شوية قبل ما نزيد عليهم الماسخون موسيقى اهنا بالنسبة للعدس زيت له حبة بطاطا قطعتها صغيرة باش قطبة لك يلبيلي كتر ونزيد عليهم شوية فلفل عكري وشوية فلفل حار باش يمدوا لي بناء اكتر واكتر ومن جيها واحد اخرى شديت الما درتو يغلي حتى يغلي مليح نحطه مع العدس هدايا ونخليه وهي طيب وبالنسبة للعدس تاعكم انا هنه درت الخضروات بصح عادة نديرو بلا خضرام نديرو لا زرودية لا بطاطا اهنا برقط على شلال سيومو يجي ابن هكدايا بالخضروات سيبوسا درتهم بصح ماشي وبلغاتوها الخضروات في العدس اهنا درت الما نخليها يطيب حوالي ساعتين بس كا قد لكم ماشي في الكوكوتا درتو غير في الطنجرة هكدايا نغطيه نقص عليه ويطيب غرضه وهنا من جيها واحد اخرى كنت نوجد سلاطة تاع البتاطا هنا قطعت شوية كورنيشون شوية زيتون شوية طن ومييس درتهم كامل هكا في البلتاي نزيد عليهم شوية مايونيز باش يشدو مليح ويجي سلاطة تاعنا بنينا ونضيل عليهم هذيك البتاطا وحبة زرودية فورتهم نضيفهم من داخل ويجي سلاطة تاعنا واجدة بنينا وبزاف خفيفة انا ولادي هاد سلاطة يحبوها بزاف انا اهنا ماداش البيض مغلي هي اجيب البيض مغلي ليحبوه انا ماداش بس ماكاش لي ياكله لي مايحبوهش قد سيبال ابن ندير باكوش يحبوه من داخل وخلاص انا نزيد شوية في الفينيقات باش يبنينا وعند هذيك القروسية على الفينيقات ونقدمها هكا في طبسي واحد اخر ونحطها ياكلوها بصحتهم انشاء الله هكا التاعشات انا واجد مع هذي كلفة اللي قطعتها احتتها في طبسي نحط لهم ضوكي تاعشاو ونباد نولي عندكم انشاء الله نولي لكم العدي سكيفاش جا وهنا بالعاني حبيت نشارك معاكم هذي اللقطة باش نوري لكم بلي عندي توجو اينا سيستنت افيك ما ايا الناس راهي معايا وشي بوص ماشي غير واحد الناس كامل عندهم ولادهما كيا سيستي وهم ويقعدوا معهم في الكوزينة باش يقعدوا مع ماماهم ربي يحفظكم ولادكم يحفظنا ولادنا تانيت وربي يكبرهم عالطاعة انشاء الله انا العشتاي واجد كنت ديجا صايما نكلي تروطر عليهم انا سربتها كالعدسة ورحت نتعشا ونفطر به وهنا جا العدسة طيبة حباس يفغي ما يلبيش ملاحقوا لكم العدسة هذا شوية مخصوص ابصح جاب بنين وهذاك هو الاهم اهنا المطلع تاعي كان في الكنجلاتور تاع رمضان حي توضوكم سخناه وشوفو كيف شي قعد هكذا كترا يجيب بزا في بنين اهنا نقول لكم الحقنا لافنت على فيديو انشاء الله الروتين تعليو معجبكم انتلاقوا في فيديو الاجتماعي انشاء الله وطهلا وبزافر واحكم بسلامة